لا يبدو أن البصرة تنتظر شيئا من الحكومة الجليدة بناء على فعل من سبقتها بالوعود والشعارات من جهة أو بالقمع والاعتقال من جهة أخرى حتى بدأ الإعداد لحراك شعبي صاخط جليد خصوصا وأن البصرة لم تنل أي منصب وزاري في حكومة عبد المهدي لكن أركان الحكومة من أحزاب وميليشيات بدأت تعتمد أساليب أخرى لوئد التظاهرات وإشاعة الفوضى في المحافظة شيوخ عشائر ومسؤولون في البصرة كشفوا عن لجوء أحزاب وسياسيين في المحافظة لشخصية تدعي الوجاهة العشائرية أو ما يطلق عليهم بشيوخ الدمج 56 لأهداف سياسية وانتخابية رئيس اللجلة القانونية في مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين حمل من سماهم شيوخ الدمج مسؤولية اندلاع النزاعات العشائرية في المحافظة محذرا من وجودهم في مقار القوة الأمنية ومكاتب المسؤولين لافتا إلى تفاقم الظاهرة بشكل كبير مؤخرا لضعف الإجراءة وغياب الرادع القانوني ما دفع ببعض الأشخاص لاتخاذ الأمر مهنة لاستحصال الأموال بالنصب والاحتيال درغام المالكي أحد شيوخ قبيلة بني مالك قال إن شيوخ الدمج يستخدمون أساليب عليلة للإيقاع بالشخصيات المؤثرة تمهيدا لابتزازهم ماليا أو بالمواقف مؤكدا دعم أحزاب وشخصيات سياسية في البصرة لتلك الظاهرة واحتضان المطرودين من عشائرهم لغايات سياسية أبرزها المصلحة الانتخابية وإن كان المتنفذون في البصرة ومن خلفهم الأحزاب أو حتى الحكومة في بغداد مصرين على كبت أي حراك قادم فإن البصرة لا تبدو أنها سترضخ هذه المرة ما يضع حكومة عبد المهدي في مواجهة قد تكون غير محسوبة العواقب مع يقين البصريين بعز الحكومة عن إيجاد أي حلول حقيقية لأزمتهم المستمرة منذ عدة سنوات